اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورسي بلس بلس في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا بالبرمجة وكثير الاستخدام ايضا اللي هو استخدام الادوات اور مع اند وطبعا هذه الادوات في الغالب تستخدم مع الدالة اف طبعا في البداية عدنا هنا راح نسويها علامة يساوي حتى تكون حد فاصل من خلالها نعرف انه ننزل صدر جديد طبعا عندنا الدالة اند اللي هي معناها و وتستخدم لتحقيق اكثر من شرط في ان واحد اما الدالة او الجزئية اور واللي معناها او تستخدم لتحقيق شرط واحد من الشروط طيب شوني يعني لاخذ مثال بسيط مثلا عندنا متغير اللي هو اند وهذا المتغير راح اسميه مثلا اي يساوي خمسة متغير اخر اند ايضا اسمه بي يساوي عشرة طيب هنا راح نستخدم الدالة اف مثل ما تعلمنا اذا كان المتغير اي يساوي يساوي خمسة اش راح يسوينا راح يطينا احنا هنا سي اوت فقط نكتب سي او تي سي اوت لا ننسى الاقواس البرمجيات مثلا نكتب قود طيب الفكرة شنو الفكرة انه هذا المتغير اي اذا يساوينا خمسة راح يطينا قود نجي على اكسكيوت طيب مثل ما اللاحظة هنا عدنا قود ممتاز طيب المتغير بي هنا ما لدور ليش لان احنا استعلمنا عن المتغير اي طيب اذا نريد نستعلم انه اذا كان المتغير اي يساوي خمسة او المتغير بي يساوي عشرة فاذا تطينا قود يعني شنو معناها هنا معناها انه عدنا هذا المتغير اللي هو اسمه اي قيمتش قيد خمسة عدنا هذا المتغير اللي هو اسم بي قيمتش قيد عشرة اريد نستعلم عن هذن المتغيرين يبحث لنا البرنامج اذا لقى متغير اي قيمت خمسة يطينا قود واذا لقى المتغير بي قيمت عشرة راح يطينا قود اي واحد يعني يلقى واحد من هذن الثنين اي واحد تتحقق القيمة راح يطينا قود فاذا اهن هنا عدنا الدالة اور او او طيب اهلنا الدالة أو نستخدم الرمز اللي هو الخطوط المستقيمة اللي فوق الانتر و المفتاح اللي هو الـ فوق الانتر رح تطينا هاي الخطوط المستقيمة هاي معناها or أو رح نكتب المتغير ب يساوي يساوي عشرة رح يطينا good رح يجي البرنامج رح يشيك إذا لقى متغير أي يساوي خمسة رح يطينا good ما لقى المتغير خمسة لقى المتغير ب يساوي عشرة رح يطينا good أي واحد من هذني الشرطين يتحقق رح يطينا good هذا الشرط الأول تحقق شرط الثاني تحقق خلاص إذا أجي للشرط الأول لقى ما متحقق رح يعبر للشرط الثاني إذا لقى ما متحقق يطينا good ما لقى متحقق للشرط الأول ولا شرط الثاني ما رح يطينا good نجرب هسا هنا عندنا شرطين متحققات رح يطيني good إذا نجي هنانا المتغير A رح نخلي مثلا هنانا بالأصل نخلي 20 ونجي execute طبعا هنانا قلنا إذا المتغير A يساوي 5 انطينا good هو إجي متغير A ما يساوي 5 رح عبر المتغير الثاني المتغير الثاني اللي هو بي يساوي 10 رجع قارنة وي المتغير الأصلي اللي قال فعلا يساوي 10 انطاني good إذا نجي المتغير الفوق نساوي مثلا 50 أو 40 نجي على execute ما رح يطيني good ليش لأن لا المتغير الأول الطابق ولا المتغير الثاني الطابق فبهيك حالة أنه ما رح يطيني good ولا رح تشتغل الدالة هاي بالنسبة للأو اللي هو أي شرط من هذه الشروط يتحقق خلاص رح تشتغل الدالة بشكل صحيح مو شرط أنه تتحقق جميع الشروط طبعا هذه بالنسبة للدالة أو أو بالنسبة للدالة الثانية اللي هي أنت واللي هي معناها طبعا هذه الدالة لابد أنه تتحقق جميع الشروط يلا تشتغل عدي الدالة ناخد مثال مثلا نفس المثال القديم اللي هو A يساوي لنا خمسة و B يساوي لنا عشرة فرح نجي هنا إذا كان المتغير A يساوي خمسة و علامة الو اللي هي shift و رقم سبعة من الكيبورد هذه الانت هذه معناها و إذا كان المتغير A يساوي خمسة و المتغير B يساوي عشرة نطينا good نجي على execute طيب إذا لاحظت طاني good ليش؟ لأن الشرط الأول تحقق و الشرط الثاني تحقق إذا نجي اللي هنا المتغير الأول رح نساوي خمسين و نجعل execute ما رح يطينا good مع الرغم أن المتغير B متحقق ولكن المتغير A ما متحقق و عدنا هنا الدالة and لابد أنه يتحقق عدي جميع الشروط يلا تشتغل عدي الدالة فإذا الفرق بين الدالة and والدالة أو يعني الدالة or والدالة and الفرق بين آتهن أنه الدالة and لابد أنه تحقق جميع الشروط يلا تشتغل عدي الدالة الف الجزء or يكفي أنه يتحقق شرط واحد رح تشتغل عدي الدالة طيب ممكن واحد يسأل شنو الغاية و شنو الغرض من هذا الحاجة كله طبعا رح نأخذ مثال تطبيقي عندنا مثلا كلمات المرور أو مثلا ردي نساوي برنامج تسجيل دخول كلمات المرور رح نساوي متغير طبعا ممكن يكون string s-t-r-i-n-g رح نسمي يوزر نيم هذا المتغير يوزر نيم يساوي مثلا رح نطيفة قيمة يوزر نيم ما لتبهاء مثلا متغير ثاني string أيضا رح نسمي باسورد و يساوي مثلا 1-2-3-4 أو 1-2-3 هذا الباسورد طبعا هنا عندي يوزر نيم و عدي باسورد حتى يصير عدي جلسة تسجيل دخول لابد انه يتحقق عدي اليوزر نيم و يتحقق عدي الباسورد فاذا هنا الشروط كلها لازم تتحقق أي دالة نستخدم الدالة أنت أو الدالة أور أكيد الدالة أنت لأن الدالة أنت تستخدم لتحقيق جميع الشروط طيب رح نجي هنا هنا نكتب مثلا F و طبعا رح نستخدم أقواس Brackets ننزل بالأسفل و هنا رح نكتب Cout أقواس بداية رح طبعا نخلي هنا الفارزة المنقوطة و رح نكتب بالعربي تم تسجيل الدخول بنجاح طيب شنو الشرط ما لتنا رح يكون رح يكون الشرط المتغير يوزر نيم يساوي يساوي بهاء أنت لازم نتأكد أنت و ليس أور أنت اللي هي شفتو سبعة المتغير باسورد هذا هو المتغير باسورد يساوي يساوي واحد اثنين ثلاثة أو لا بس أنه نخليه بين Coutation Marker سأمكن كل واحد يقول لي زين هو هذا الرقم ليش تخلي بين Coutation Marker هنا نوع 6 ring بما أنه خلينا نوع 6 ring لابد أنه نخلي الأرقام بين Coutation Marker هنا رح يتعاملوا الأرقام كأنما نص ما رح يتعاملوا لها كرقم لأن المتغير 6 ring مو انتقر طيب هنا شنو الشرط مالتنا الشرط إذا كان اليوزر نيم يساوي بهاء والباسورد يساوي واحد اثنين ثلاثة سوي لي تسجيل دخول واكتب لي تم تسجيل الدخول بنجاح نجي إلى Execute نلاحظ تم تسجيل الدخول بنجاح طيب إذا اليوزر نيم صحيح بس الباسورد خطأ رح نكتب مثلا الباسورد خمسة 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 نجي على Execute نلاحظ أنه ما سوا لتسجيل دخول بما أنه اليوزر نيم صحيح طيب الباسورد رح يكون صحيح واحد اثنين ثلاثة ولكن اليوزر نيم رح يكون غلط رح يطيني تسجيل دخول ما رح يطيني تسجيل دخول ليش؟ يعني عدي خلل باليوزر نيم فإذن دائما جلسات تسجيل الدخول يستخدمون الدالة أنت حتى يتحققون من جميع الشروط شرط اليوزر نيم وشرط الباسورد طيب إذا جيت هنا أنا استخدمت الدالة أور يعني أنا هنا خليت مثلا اسم المستخدم صحيح ولكن كلمة المرور خطأ طيب جيت هنا مكان ما استخدمت أنت رح نستخدم الدالة أور طيب إذا أجي هنا على Execute شو رح يطيني؟ رح يطيني تم تسجيل الدخول رغم أن الباسورد خطأ طيب إذا الباسورد خطأ شو نسوى لتسجيل الدخول؟ ها هنا أنا مستخدمين الدالة أور اللي هي أو وهو إجي البرنامج شيك لقى اليوزر نيم صحيح خلاص اكتفى أنه أي شرط من الشروط يتحقق رح تشتغل عدي الدالة إف فضرورة جدا استخدام الدالة أور بالمكان الصحيح هنا إذا نستخدم الدالة أور رح يصير عدي كارثة فقط واحد يجي دخل اليوزر نيم والباسورد حتى لو دخل خطأ رح يصير عدي جلسة تسجيل دخول فالشي الصحيح اللي هو الدالة أوند حتى هنا ما رح يطيني تسجيل دخول طبعا هذه الدالة أوند والدالة أور مهمات جدا 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 ضروري أنه تفتهموهن إذا كانت المحاضرة صعبة بإمكانكم أن تعدوها مرة ومرتين وثلاثة رح تكون سهلة عندكم ورح نستخدمهم كثيرا إن شاء الله بالمحاضرات القادمة بالنسبة الواجب هذه المحاضرة عمل تطبيق تسجيل الدخول بهذه الطريقة متغير سترينج يوزر نيم تخلون أنتو اليوزر نيم براحتكم وسترينج باسورد تخلون الباسورد براحتكم وشي يكون عليهم وأريد أشوفهن هنا تم تسجيل الدخول في حال لو كان اليوزر نيم والباسورد صحيح نتمنى تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر